في ليلة الجمعة كل هذه الآية مائة مرة تحقق كل ما تريد في نفس اليوم لمن أراد المال والغنى والرزق السريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب معنا اليوم آية عظيمة أنا أقول عنها معجزة لكل من عنده وهموم وعليه ديون ويسعى للرزق ورزقه قليل إخواني وأخواتي في الله إليكم هذه الآية ما من أحد ردد هذه الآية بهذه الطريقة في هذا الوقت إلا وقضيت حاجته بإذن الله تعالى وزاد رزقه وصب عليه الخير والبركة الأشخاص الذين رددوا هذه الآية من الله عليهم بالرزق الكثير الوفير والبركة والخيرات فائدة عظيمة وعجيبة بسر آية قرآنية معجزة ما من أحد ردد هذه الآية بهذه الطريقة وبهذا العدد ثم أتبعها بهذا الدعاء إلا وتغيرت حياته بالكامل وزادت عليه أرزقه الأشخاص الذين طبقوا هذه الآية وبهذه الطريقة يعلمون فضل هذه الآية فأنا حبيت أوصل لكم هذه الفائدة للإخوان والأخوات بإذن الله تعالى إنها قوية جدا ومفعولها قوي وسريع فقط عليكم أن تقوموا بها بهذه الطريقة وبهذه الخطوات الرزق من الله عز وجل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ربنا سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق والأرزاق أنواع فالإنجاب رزق الذرية رزق الصحة رزق المال رزق السعادة رزق التوفيق رزق فأين إن كان هذا الرزق الذي أنت تسعى إليه وتطلبه من الله عز وجل أقول لك هذه الآية كفيلة بإذن الله في تيسير أمر الرزق لك لكن عليكم النية يعني قبل ما نبدأ نردد هذه الآية نحدد النية لترديد هذه الآية ونكون نعرف الأمر الذي إحنا نسعى إليه أي الرزق اللي إحنا بنسعى إليه هذه الآية تقال في أي وقت لكن من المستحب والأفضل يعني الأشخاص الذين طبقوا هذه الطريقة أو الفائدة قاموا بها في ليلة الجمعة يعني آخر ساعة من يوم الخميس فوجدوا الخير الكثير والعطاء من الله عز وجل طبعا مهما كان أمرك صعب ومطلوبك تظن إنه مستحيل بترديد هذا الدعاء وهذه الآية مقضي بإذن الله لازم يكون عندكم حصن الظن بالله والتوكل على الله والإيمان الكامل بأن الله هو القادر المقتدر وهو الذي بيده الرزق رزقك ليس بيد إنسان ولا بيد حد فلا تخاف ولا تعتلهم توجهوا إلى الله بقلب خالص صادق مطمئن لله عز وجل نأتي إلى أمر الرزق وهذا الدعاء المبارك كالعادة قبل ما نبدأ بأي دعاء علينا أن نبدأ بقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيغة الإبراهيمية ولو لمرة واحدة ولو كانت عشر مرات أفضل لأي دعاء نصحت أي إنسان بترديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن ينتهي من الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية والله كانت النتيجة أسرع من الأشخاص الذين بيرددوا الدعاء فقط فأي أمر بين صلاتين لا يرد كرامة وحبا وإجلالا من الله عز وجل لحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على النبي قبل البدء بأي أمر ثم يجب أن نردد هذا الدعاء في جلسة واحدة والأفضل الأفضل أن يكون بعد صلاة المغرب مباشرة نكون على طهارة نرتدي أحسن ثياب وأطهر الثياب ويفضل وضع المسك أو أي رائحة طيبة وجميلة فنتوجه إلى القبلة الشريفة بعد صلاة المغرب مباشرة ونبدأ بترديد هذه الآية المباركة مئة مرة متواصلة ويفضل أن نحضر القرآن الكريم ونردد هذه الآية مئة مرة دون انقطاع أو انشغال ونتتبع كل حرف منها فهذه الآية فيها الخير وفيها البركة وأجرها ومفعولها سريع جدا بإذن الله تعالى ثم بعد أن نردد هذه الآية المباركة مئة مرة نردد هذا الدعاء قوي جدا بإذن الله لكن بيقين وبقلب منشرح بالله مطمئن بالله صادق لا يوجد به أي شك والله لو طبقتم هذه الخطوات مثلما قلت بالظبط ستلقى بحاجتكم إن شاء الله في نفس اللحظة وبنفس الثانية وبتجربة من أحد الأشخاص يقولون ما انتهيت من هذا الدعاء إلا وبعد ساعة آتاني اتصال كان فيه الفضل سبحان الله العظيم القليل جدا من يدعم الفيديوهات الإسلامية بإعجاب تمنيت ولول مرة واحدة فقط أن يصل فيديو إسلامي إلى ألف إعجاب إني أسألكم بالله أن تضغطوا على زر الإعجاب أتعلمون لماذا لكي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وتعم الفائدة فلا تنسى الدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا نتمنى قبل النهاية وضع تعليق بالصلاة على خير البشر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله يجزى بها بعشرة والله يضاعف لمن يشاء فأكثروا من الصلاة على خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم فمن صلى عليه مرة يجزى بها بعشرة والله يضاعف لمن يشاء نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الآية الكريمة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم نردد هذه الآية مئة مرة زي ما قلت لكم بالزبط ثم نتبع هذه الآية الكرآنية المباركة بهذا الدعاء يعني بعدها نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية ثم نردد هذا الدعاء اللهم إني أسألك بعلمك الذي لا يعلمه سواك فأنت علام الغيوب اللهم مبسط في رزقي فإنك تبسط الرزق لمن تشاء الدعاء مرة ثانية اللهم إني أسألك بعلمك الذي لا يعلمه سواك فأنت علام الغيوب اللهم مبسط في رزقي فإنك تبسط الرزق لمن تشاء نردد هذا الدعاء ثلاث مرات متتالية فهذا الدعاء قوي جدا الأشخاص اللي عاشوا مع هذا الدعاء يقولون أنهم وجدوا النتيجة في الحال يوجد شخص يقول أنا طبقت هذه الطريقة ويقسم هذا الشخص أنه بعد ساعة أتاه الله الرزق بمكالمة من أحد الأشخاص كان فيها الفرج والرزق جربوه لن تندمه فأي شخص عنده أمر يسعى إليه ورزق يريد أن يدخل عليه إليكم هذه الطريقة وهذه الآية وهذا الدعاء طبقها بيقين وبثقة في الله ولا تفعل معاصي حتى يتقبل الله منك أضمن لكم لو طبقتموها بيقين تام وصادق لله عز وجل وإيمان تام بالله عز وجل ليس هناك أي شك في نفس اللحظة ستنقضي حاجتك بإذن الله وسيصب عليكم الرزق والخير آخر شيء نختم فيه هذا الفيديو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستجيب لي ولكم الدعاء ويحقق أحلامنا وآمالنا وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم إني نستعيز بك من الفقر والحاجة اللهم أجيرنا من الفقر والحاجة اللهم أهدي أولادنا وبناتنا اللهم أهدي أولادنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنصر إخواننا في فلسطين اللهم ألهمهم الصبر والسلوان اللهم أشفي جرحهم وأرحم موتاهم اللهم أشفي كل مرضى المسلمين اللهم أرحم كل موتى المسلمين والمسلمات آمين آمين يا رب العالمين وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم فيه